من واضي لعالي. فكتير لازم تعرفوا تفهموا تتذكروا شو يعني الـ Concentration Gradient عشان بالامتحان لما تنسى له ما تتخربش وما تفكروا انه هذا والله يكون من تركيز عالية تركيز واضي. ف7.2 حكينا 7.2 تحكي اول اشي على انه غشاء الخلية غشاء الخلية نفسها يعني الفوسفوليبتز بعطينا Selectivity للجزئيات. وحكينا على كيف انه كيف من الجزئيات مثلا الهيدروفوبيك للصغيرة بتمر من خلال الغشاء بدون اي مساعدة من بينما الا شغلات الهيدروفيلك بدها محتاجة لعشان تدقى تمره من 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 بره لجوه او العكس. عسى بيلمين ترانس بروتينز وتركوا مع تسبيه مثال في عنا كارييرز وفي عنا تشانلز اوكي في عنا تشانلز بروتينز زي ما انتم شايفين اوكي في عنا برضو كارييرز بروتينز. عسى بيلمين مثال تشانل بروتينز عنا لتبعة الماء اوكي تبعة الماء. بدين حكينا على أصل دفيوجين وحكينا شعني كيف يشتغل. اوكي نروح لا نحكي هلا اكثر شوي على انواع دفيوجين. اوكي انواع دفيوجين في عنا اشي اسمه باسف ترانس بورت. لاحظة شوي هذا فجأة واحدة راح على انواع على فاصل نرجع. اوكي. في عنا ترانس بورت باسف وفي عنا اكتف. الباسف اللي لا تحتاج الى طاقة. اي اوكي. فهذا اسم الباسف ترانس بورت. اللي لا تحتاج الى طاقة. لدينا جزئات بتروح. من تركيز واطه لتركيز عالي. ماشي. هلا هون عسبي المثال. منا نحكي على اه من نحكي. فهمنا ايش الديفيوجين. نحكي على الاسموسيز. هلا الاسموسيز. الكتير طلاب تخربة شو. وانه كتير مهمة تفهم الاسموسي عشان نفهم كيف الكليد دم الحمراء تشتغل. او كيف الاسموسيز في الكليد دم الحمراء تشتغل. هلا اسموسيز انه بيكون عنا مي. وعنا جزئات. السكر هون. اوكي. وعنا غشاء اسمه هون. سمي اول يا سمي اوكي. شبه نفاذ. مή هنا بيكون انه. الجزئات التركيز العالي. اشكو سيصي طبعا. انه جزئات المي بتروح من التركيز الواطين للتركيز العالي. طلع لاحظوا. وهنا جزئات السكر اقل من هون. صح? فشو بيكون? جزئات المي موجودة في اقل. بتروح لجزئات المي لتركيز اعلى في السكر فبالتالي عشان هيك انا بتدفع عنا هون المي يعني كمان مرة اسموسيز انه احنا بكون عنا خلالها سميدي وعاء عنا هون تركيز واطي للسكر هون تركيز عالي للسكر فجزئات المي مجزئات السكر جزئات المي بتروح من تركيز الواطي لا تركيز العالي على سبيل عندكم الشجرة لما بتسقوها بتحطوا بتحطوا جزئات المي اوكي لو كان الملح خلينا نحكي مثلا المنرالز لو كان المعادن برا اعلى من الشجرة سعتها الجزئات المي في الشجرة راح تطلع من من داخلها لبرا ودموت الشجرة بينما لو كان تركيز المعادن اقل برا من جوا فسعتها المي تدخل من برا لجوا يعني دائما جزئات المي تلحق التركيز العالي طيب من هالفكرة نح نفهم عملية التونيسيتي يعني اتزان الماء اوكي اوكي فتونيسيتي اوكي هي هي القدرة هي القدرة هي القدرة على المحيط يعني السلوشن محيطة اوكي تكوز السل انها تكتسب او ايه تخسر الماء في ثلاث انواع نحن ندوس عنهم اوكي طبعا بس فقط الانيمال بلانتس هي ملغية بلانتس هي ملغية مش رح ندوس عنها فقط التبعات الانيمال في ثلاث انواع في ايش اسمهم ايسوتونيك اللي هي طبيعية اللي عدد الجزئات المي اللي بتدخل هي نفس عدد الجزئات اللي بتطلع فعشان هيك هي بضلها نورمل الخلية بضلها نورمل ما بتموت بتكون نورمل طبيعية بينما شو يعني هايبوتونيك سوليوشن هايبوتونيك obligations لو شو يعني انه تركيز بره بيكون واطي تركيز جو الخلية بتكون عالي فبسير جزئات المي اللي بره تدخل لجوه لا تركيز العالي فبالتالي تنفجر فعشان هيك تنفجر الخليف هي لايز يعني تتشقع بينما شو الهايبر هايبر تونيك انتو الهايبوتونيك هي عكسها هيبوتونيك بتكون تركيز بره عالي وتركيز جوه قليل يعني مقرنتا مع بره فعشان هيك المي جزئات المي اللي جوه تطلع لبره فبسير ايش شيفلد يعني هيش تنكمش تنكمش اوكي وتتقلص تنكمش فطبع انت عشان تتذكرو هامات تتخربش بين هايبسوا هايبو وهايبر هايبد هايبب اي في اه الانسان تحرك كتب руб الانسان يتحرك كتب ايش بيكون بيكون لاما يلال بدي الهايبو بيكون انسان مليان فعشا انه عشان تتذكرو شو الفرق بين هايبو وهايبر اوكي فهدا هذا 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 طلاب عشان هيك كتب المهم تفهموش والأسيموسيز كمان مرة هي لما يكون في عنا تركيز عالي من المحلول. فالجزاءات المي بتروح عليه. بتروح من تركيز الواطي لتركيز العالي. مين بتروح عليه? الجزاءات المي. فعشان هيك ومن الخلالها نضع نفهم العملية اشارة عن الهايبوتونيك والهايبوتونيك. فمن هيك احنا فهمنا شو يعني هايبوتونيك. هايبوتونيك المتعلقة بالنبل هذا ملغي. هذا طلاب ملغي. افرجيكم ثواني. فهذا طلاب ملغي. كل هذه الشغلات ملغية. متعلقة بالنباتات. طبعا ازكركم هون ترقيم. مش عطلكم في حويصلات. في ثلاث انواع من الحويصلات. في اول اشي حويصلة انها بتكون اللي هي موجودة في النباتات. ترقم هدا اشي بحيط بديكم تتذكروا. مخزن ذا المعادن. في عندكم اشي اسمه اللي هي زي نوع من انواع بتعيش في المية الحلوة. المية الحلوة يعني تركيز تركيز جوه بتكون اعلى. من ايش? من بره. فبسير جزئات المية تدخله جوه. فعشان ما تنفجر في عندها زي حويصلة. هاي الحويصلة شو بتسوي? تضغط على من جوه. تضغط من جوه. عشان تبومب اكسترا بوتر. يعني زي كنا بتطلع مضخة يعني مضخة جوه. البرسلس بتطلع المية اللي زيادة. طبعا هدا بقى مثال على انه كيف عملية الاسموزس بتشتغل. اوكي. نرجع لعملية الفاسلتة تفيوجين. طبعا نروح للرسمي هاي. هاي الرسمي كتير باشرح كل اشي. واحنا حكينا في عنا نوعين انواع في عنا الكارييرز هاي الكارييرز زي ما تشايفينها الكارييرز. اوكي. وفي عنا طبعا الكارييرز. اوكي. اه هدول 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 التنين اه بدخلوا اي سواء. التنين نفس العملية. طبعا هون الصورة بتفرجيكم التنين ما بيحتاجه له طاقة. اوكي. ما بيحتاجه هذه منتسميهاش دفيوجين. دفيوجين اللي هي لحاله. اذا كيف صغير جزء صغير بروح من من داخل الخلية ومن بر الخلية لداخل الخلية لداخل خلية من خلال الفوسفوليبيدز هذا اسمو دفيوجين عادي. اما بينما فاسلتت دفيوجين اللي ها العنوان اللي قرأناه قبل شوي فاسلتت دفيوجين. اوكي. اللي هو يعني الانتشار اللي المساند. اوكي. يعني اللي بتساعد كيف يتساعد بتساعد عن طريق سواء من هذا عشان هيك سميناهم فاسلت بس ما استخدمنا الطاقة